بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا مازلنا مع نوار القرآن والقرآن بيبنينا القرآن يا بنيني ومازلنا نمشي مع القرآن ونسير مع القرآن لغاية ما وصلنا إلى مجال مهم جدا من مجالات حياتنا وهو مجال العمل ومشينا في مجال العمل وبنا فينا القرآن الكريم وإحنا بنتكلم على العمل المتزن المنير العمل الكفء الفعال بنا فينا القرآن إن العمل عبادة وبنا فينا القرآن كمان إن العمل تعمير وبنا فينا القرآن كمان إن العمل تسكية يا سلام التسكية وهي بتخرج أحسن ما فينا وتنقينا من بلاوينا العمل بيعمل كده وكمان العمل تعلم وابتكار مبارح تكلمنا عن إن عمل تعلم وابتكار والتعلم وابتكار أحد أهم الوسائل اللي بتعيننا على التعاون هنا بقى وهنا النهاردة بقى عن نتكلم بقى عن الأوجاع اللي بتحصل لنا في العمل على إن الناس في العمل مش فاهمين القرآن بيكلموا عن العمل إزاي القرآن بيكلموا عن العمل ده فريق ده تعاون الناس ما ينفعش في العمل كل واحد فينا عايز يعيش وما نشوف هو بس اللي هو يعمل العمل كله ما بقاش الكلام ده موجود في حياتنا العمل لازم يكون فيه تعاون العمل بتاعنا كلنا مش بتاع حد الواحد وعشان كده من أوضح الدليلات اللي هنلاقيها في صورة الكهف احنا خلاص انتصى في الشهر يا بيجري الشهر بسرعة ربنا يا سبحانه وتعالى يجعل كل ساعة قعدناها مع بعض وكل لحظة قعدناها مع بعض بنت فينا معنى يفضل فيه طول حياتنا فأوضح الدليلات اللي موجودة في صورة الكهف لما تحكينا عن أصحاب الجنتين والقصة باختصار بتحكي عن اتنين إخوات زي ما بتقول بعض الروايات واحد فيه مغني وعنده جنتين فيها ثمار كثيرة واختر بيها لدرجة انه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا علشان تظهر قيمة التعاون اللي لازم تكون موجودة بنا في العمل والأخ بينصح أخو اسمعوا كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال الله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا شوف الكلام الحلو وشوف التون الجميل وشوف الهم إزاي حاطت قلبه على قلبه أخوه وإزاي بينصحه عشان يخرجه من حالة الاخترار بتاعته شوفوا بقى نقاء الناس اللي عايز الخير للغير وهو بيقوله الطريقة اللي يحافظ بها على ماله والجنتين بتوعه وصاحب المال مش واخد باله إنه إعجابه بالمال ده وعدم شكره وعدم أداء واجب الشكر ده ممكن يفسد عليه دينه وماله مش بس ماله بس ودينه كمان عشان يتجلى أمامنا أحد أهم الفوائد اللي بتعود علينا إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا القرآن ده إن في ناس لما تعيش بالأنوار دي يبقى قلبهم عندهم سلامة في الصدر وبيتعاونوا مع الناس لأجل نفعهم فبيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أداله على الخير كفاعله ويا سلام لما نحس على أداله على الخير كفاعله دوت من أكتر الحاجات اللي بتحسسنا إن احنا عندنا حياة متسعة إن يفضل الخير بيسري أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فيسري نور النصيحة ونور التعاون في الناس إحنا بقينا كتير نشتكي من أحوال كتيرة وفي موضوعات كتيرة بنشتكي من موضوع الزنب اللي الناس بتعملها في بعض في الشغل ويفضلوا يتعانوا في بعض ويتكلموا من وراء بعض على بعض وحاجات غريبة بتحصل ما لهاش أي علاقة أبدا بهذا الحال والنور اللي بتنشره فينا سورة الكه في مجال العمل لو طبقنا مفهوم التعاون بنا هتختفي الظواهر السلبية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاسم والعدوان وسيدنا النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما شفش خير إلا ودلنا عليه دلنا على الخير من كل أبوابه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا التعاون ده مهم جدا في إنجاح الأعمال وخرجها بأفضل نتيجة وإن ده محل مدد الله العباده وده واضح في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقوله يد الله مع الجماعة يبقى خلوا بالكم إن حضرتكم إن التعاون ده مجالات واسعة جدا 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 شف كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من كان معه فضله ظهر فليعود على من لا ظهر له ومن كان له فضله من زاد فليعود على من لا زاد له الكلام ده ممكن يكون في البيت ممكن يكون في الشارع يا سلام لو أنت عندك وقت وبدل ما تدور على أي حاجة تعملها تروح تقعد مع ابنك أو يا سلام لما يكون عندك أي وقت تستطيع أن أنت تبذلي تروح تعودي مع زوجك من كان عنده فضله صدر عنده صرح في الصدر يروح يشيل هم مع أخوه فبلاش بقى وإنت بتتعاون مع حد كمان من زمالك في الشغل بتتعالع عليه ولا تحسسه إنه هم مش بيفهم حاجة وإنه مش فهم كل حاجة لكن اختار الأسلوب اللي توصله به النصيحة لأن النصيحة ممكن تكون ساعات فضيحة وساعات تكون كمان نصيحة تجرح وتأذي وتفضل علامتها مش يفضل تعلمها أوى النصيحة بتاعتك تكون علامة بتوجع لكن خليها علم ينفع وتعلمه من الآية اللي معانا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فشوف الكلام شوف جمال الأسلوب وبيقوله إيه اللي حاصل توجه بالحمد إلى الله مش بيقوله شوف أنا أعرف منك إزاي وانسي بالفضل لله سبحانه وتعالى عشان تحافظ على مالك وتحافظ على بركته يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت لازم تفهم إن ده من عند ربنا وإن ربنا اختصك بالمال ده واختصك بالمال ده عن كتير غيرك يبقى فيه ناس فهمة تعاون غلط بيبدأوا يتعالوا على الناس وينتقدوا كل حاجة تحت مسمى النصيحة اه احنا عندنا نوعين من الناس ناس تشوف ناس بتغرق يسبوهم يغرقوا وناس بيشوف ناس بتغرق يفضل يقول له انت إيه اللي رماك في المياه دي لغاية ما برضو يغرقوا والحقيقة الأمر إن ده نوع من أنواع الكبر الشخص اللي قاعد ينتقد ينتقد الناس ده مارض في القلب ده ونوع من أنواع الكبر وفتكر دايما حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجتي أخيه كان الله في حاجتي يبقى احنا بنتعاون عشان أمور بنتعاون ليه مش بنتعاون عشان نحسن العمل كمان أول حاجة لازم تفتكروا إن إحنا بنتعاون ولسه عندنا إن العمل تسكية إحنا بنتعاون عشان نزكي نفسنا وإيه اللي يحصل ونخرج مساوينا ونتحلى بأحسن ما فينا وإزايك لما تيجي تتعاون تحس إن انت بتتجمل وتحس إن انت بتنور ولو عايز تفهم التعاون صح وتخليه قيمة في حياتك في العمل لازم فيه ثلاث حاجات مهمة لازم نعملها كل يوم لازم تساعد حد من زميلك أو أقل حاجة تعرض عليه المساعدة وابدأ بزميلك اللي عندهم شغل كتير واللي هم في الحقيقة عندهم ضعف في الأداء وإنت حاسس إن فعلا هو محتاج مساعدتك صدقني دي حاجة هتلاقي حلوتها في قلبك وفي حياتك هتحس إن انت إنسان مختلف وهتحس إن العمل نفسه بقى منور هتحس إن العالم تحلى وتجمل وتنور بأنوار الله سبحانه وتعالى كمان بلاش كل واحد فينا يبقى في اتجاه وفي فجوة كبيرة بيننا لكن نتقارب ونتبادل الهدايا ونتبادل الهدايا لإن تبادل الهدايا ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال بيكسر حاجات حاجز كتيرة ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم وقال أيضا تهادوا تحبوا ولذلك هتشعر بود واتشعر بالانتماء للعمل واتشعر بأشياء كبيرة جدا جدا بحب أولا ما تكون في مناسبات فالناس تتهادى في المناسبات في العمل أو إن كنت تحس إن فلان ده محتاج الكتاب الفلاني ده أو محتاج الحاجة الفلانية فتجيبها له الحاجة الثالثة المهمة والأخيرة هو تحسد حد بلاش نحسد حد عشان شطرته أو عشان مواهبة يا ربنا ألدهاله ولا عشان هو حصل إنه هو اجتهد وتقدم يعني نحنا ممكن نتعيده إن ربنا سبحانه وتعالى يزود الخير فيه ويا سلام إن أنا أحس إن ربنا حطه في طريقي عشان ينور لي طريقي وعشان يفتح لي مجال إزاي أنا ممكن أتخلص من مساوئ نفسي وإزاي أنا أشوف هو عمل إيه ونجح فأنجح زيه فيبقى ده كتاب من كتب هطيت ربنا وهبت ربنا لي إن أنا أعرف إزاي أخرج من ضيق تصوري إلى ساعة فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق أقول لكم حاجة إحنا تكلمنا في العمل وقلنا إن العمل فيه خمس صفات الخمس صفات دي تعالوا نغزلها مع بعض اللي هيشوف العمل عبادة يا سادة اللي هيشوف العمل عبادة هيحصل إيه؟ هيحس إن العمل ده يستطيع إنه يخرج به من مكان العمل إلى الحياة فيحس إنه هو بيعمر في الحياة فيتحول إن عمل تعمير يعني بعد ما العمل كان عبادة هينتقل ويغزل كمان إن العمل يتحول ويسري إلى العمل تعمير فيحس إنه هو بيعمر ويحس بأهمية العمل اللي بيعمله ده في الحياة فيبقى العمل تعمير فلما يحس بالعمل ده يحس إنه التأثير اللي أنا عامله بالعمل ده هل بإيدي؟ لا مش بإيدي آه إذن ده محتاج لا حول ولا قوة إلا بالله فيدخل العمل ويبقى إيه فيكون العمل يتحول العمل إلى تسكية فالعمل يزكيني فأحس بإيه وقل يعملوا فسيرى الله عملكم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك الله فالعمل ييجي فيخسن العمل ويخليني أعرف معنى الرجولة وأدخل في قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبعد من العمل يزكيني أحس إن العمل كمان إلا حصل إن العمل كمان هيفضل باب مفتوح ومزالة الحياة واسعة فأفضل أتعلم وأبتكر فالحياة تتسع وتتسع وتتنور وأحس إن الحياة عشان تفضل تتسع وأفضل أنا إنسان متزم ما ينفعش أشوف الحياة الوحيدة وما ينفعش أشوف الحياة بعيني بس وما ينفعش أحس إن أنا خلاص اتسعت والإيجو بتاعي كبر لكن لازم يكون في تعاون عشان التعاون ده هيخلي العمل منور وهو ده معنى المعنى اللي هيوصلنا إلى البر وتعاونوا على البر والتقوى وهنا هتكون النصيحة النصيحة فايد من النور وحكمة النصيحة ساعتها هتكون في العمل تجلي من تجليات وما يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيرا كثيرة العمل كده بقى مغسول بخمس خيوط العبادة والعمران والتعمير والتسكية وكمان التعلم والابتكار وختمناها بإن العمل تعاون عشان العمل يكتر ويبقى العمل قيمة إضافية في حياتنا وبكده القرآن يكون بنى عمل منور فعال وكفء يملح حياتنا بالخير والنور والبركة يا رب اجعلنا دايما من أهل الخير ومن أهل البركة هم لأقلوبنا بمحبتك ويجعل العمل يفتح لينا باب الأمل أن انت يا مولانا دائما مددنا وسندنا ونورنا وبركتنا ولا يمكن حياتنا أبدا يكون العمل فيها عب لأن العمل ده منا وفضل منك يا رب العالمين يا رب اجعلنا رجال نكون في أفضل حال ونرى أن العمل تجلي من تجلياتك يا زل جمال والجلال والإكرام يا رب العالمين بعض الفاصل نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجال حضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل الجسر المفتوح على جنة مولانا سبحانه وتعالى وعلى مجالس العلم اللي بتخلينا ندخل على حضرة مولانا ونكون من أهل ذكره سبحانه وتعالى وذكركم أن النهاردة ختمنا الكلام عن العمل العمل المنور العمل الممدود من الله سبحانه وتعالى عندما يكون العمل عبادة وتعميرا وتسكية وابتكارا ويتختم وتعاونا وتعالوا نشوف أول سؤال ما عندنا النهاردة سؤال بيقول إيه سؤالي كيف أحافظ على الصلاة في وقتها ده سؤال وكيف أتعامل مع أي ابتداء دولا سؤالين بقى السؤال الأولين بيقول إيه كيف أحافظ على الصلاة في وقتها في جملة من الإجراءات التي تتعلق بالإجراءات الجسدية والإجراءات القلبية يعني حاجات وكأن في حاجات كده أوامر لوجستية زي ما يقولوا أوامر قلبية الحاجات الأساسية أن أنت لازم أنت تكون دائما بتنشط الساعة بيولوجية فيك المتعلقة بالصلاوات يعني إيه لأن في كتاب من الأحيين بيبقى أحد أهم الأشياء اللي ممكن تعتمد عليها في أنك أنت تصلي الصلاة على وقتها وما تفوتكش الصلاة وأن أنت نشط الساعة بيولوجية بتاعتك على موقف الصلاة لأن في بعض الأحيين لما بيحصلش ده ممكن تفوت الصلاة على الشخص إذا ما كانش يسامع الأدان فأعمل كده إزاي إن أنا أتعود إن أنا في وقت معين وهو مثلا قبل الساعة 11 ونص أبص على وقت على الساعة فلما أبص على الساعة أنا أعرف إن الصلاة ممكن تكون الساعة 12 وخمس ديائي أو ست ديائي يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا بصت في الساعة وأبتدي أحس بالوقت وبيمشي لغاية ما أوصل بده تبدأ يعملني إيه ده يخليني إنسان حاسس كده بأننا قلبي معلق بالصلاة منتظر لما هي وقت الصلاة وبعد كده رح باصل في الساعة فبص ألاقيها وقت الصلاة جي فأسمع الأزان فخلاص مع الوقت يتكرر مرة واثنين وثلاتة تتنشط الساعة بيولوجية بتاعتي على أوقات الصلاة أعمل الكلام ده مع صلاة الظهر أعمل الكلام ده مع صلاة العصر أعمل الكلام ده صلاة المغرب صلاة العيشة وحبزة إن أنا أصبط المنبأ قبل صلاة إيه قبل صلاة الفجر كمان بنص ساعة عشان يحصل لي هذا الاتزان في الساعة بيولوجية دي أول حاجة الحاجة التانية أما تستغربش إن أنا بقولك كده أنت دي مستغرب إن أنا بقولك كده أشياء مجربة أنت مش بتسألني عشان أجاوبك على الأشياء بالأشياء المعتادة. الحاجة اللي بعد كده كمان أن أنت تتعود أن أنت لما يأذن الأذان تقوم إلى الصلاة وتصلي متى أمكانك ذلك يعني ما حدش أسنوه يقولك متى أمكانك ذلك. ليه بقولك متى أمكانك ذلك؟ إنه نحن شفنا بلاو في الجامعات واحد في اللجنة وهو يقول أنا لازم أصلي عند أول وقت. فإنه يحصل فهو في اللجنة فيقوم في وسط اللجنة عايز أصلي طب هو الرجل النظام اللجنة ما يسمحش أن واحد يصلي. إن لو سمحت الواحد أسمح للكل بسبب العدالة العلمية فلو حصل لده اللجنة مش هنقدر نسيطر على اللجنة وما نعرفش على حد ممكن يستغلها في الغش ولا لأ يبقى يقول إيه قم إلى الصلاة في أول وقتها ما أمكانك ذلك. يعني لما تقدر تعمل كده اعمل كده على طول. يزن الأذان صلي لو استطعت يبقى أول حاجة اضبط السعب بيولوجية تاني حاجة صلي في أول الوقت مباشرة ما تستطعت ذلك. حاجة التالتة والمهمة حاول بقدر الإمكان. لما تيجي تصلي. صلي في مكان يتسم بالراحة ما قلتلكش بالويدو على فكر. لكن يتسم بالراحة. يعني إيه بالراحة ما تصليش في وسط مكان اللي رايح واللي جاي بيخبط فيك ليه؟ انت لما تصلي في مكان أكثر راحة تتعاو الصلاة تتكون عندك إن هي من الصلاة ايه؟ أنا أكلمك دلاتي على مسألة نفسية عندك. لما تصلي في مكان أكثر راحة حتى لو كان مكان ضيق بس ايه مكان انت بتحب تصلي في هدوء فصلي في مكان عادي. كل ما تعمل الكلام ده الصلاة تتبط عندك بايه؟ بحالة كده حالة من الإقبال وحالة من الهدوء وحالة من السكينة. طيب دي الأشياء المحسوسة. فيه أشياء قلبية بقى. أربط كل صلاة من الصلاوات بمعنى. يعني مثلا انت راح تصلي دلوقتي هتصلي صلاة المغرب هتصلي صلاة المغرب. صلاة المغرب هي الصلاة اللي جاي بعد البنامج فإلا هيحصل. هتصلي صلاة المغرب. فلما تيجي تصلي صلاة المغرب دي وخاصة في رمضان ناقي بقى معاني لطيفة في رمضان. أنا راح أصلي الصلاة دي ونفسي مليانة إن أنا أشكر ربنا إنه هو وفقني إلى الصيام. وأشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه جعلني من عباده. وأشكر ربنا إنه وجعلني بقى أستطيع إن أنا أذوق حلاوة العبادة. يبقى كل صلاة بمعنى. الصلاة العيشة مثلا. انت راح تصلي العيشة وبعدين أنا تصلي الترويح. فتقول إيه؟ فيبقى المعنى اللي عندك معنى إيه؟ أنا جاي بشوق لربنا عشان كده أسمع القرآن الكريم. فتصلي العيشة وانت مشتاء لسماع كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى كل صلاة من الصلاة تخلي ليها معنى. لما تعمل كده الصلاة ما تفوتهاش أبدا لإنه كان الصلاة دي هي إلا يتقال عليها أرحنا بالصلاة يا بلالله. تيجي الصلاة وتبقى راحة ليك. فلازم تعمل كده بشكل واضح. السؤال التاني اللي انت بتسأله بقى بتقول كيف هتعامل مع أي ابتلاء؟ أي ابتلاء هتعامل معها لإنه الابتلاء جاي ومعه سعة ولطف من الله سبحانه وتعالى. فلما تتعامل مع الابتلاء أول حاجة تتعامل مع الابتلاء على إنه لن يدوم. تاني حاجة تتعامل مع الابتلاء على إن إيه؟ على إن الله سبحانه وتعالى سيكون مددك وسندك. ولذلك أول حاجة تتعامل فيها مع الابتلاء إن انت تحمد الله سبحانه وتعالى على الأمور وترد الأمر إلى الله. فترد الأمر إن لله وإن إليه الرجوعون. لو حصل ابتلاء. ابتلاء مثلا بالفقد. ابتلاء بان انت موصلتش حاجة فإيه اللي يحصل فتقول ان الله وإنا إليه راجعون خلاص استرجعت ان كل حاجة راجعة إلى الله فتقل لي يحصل فتهدأ تاني حاجة ان انت ببساطة خالص ان انت تتعاون مع ان الابتلاء دوت مش نهاية العالم الحاجة التالتة اطلب المساعدة لما يحصل لك ابتلاء لو كنت محتاج مساعدة رابع حاجة دايما في الابتلاء اوه هتنسى الدعاء لازم تلتزم بالدعاء الاربع حاجات دي هتستطيع ان انت تمتنع بالابتلاء واحنا هنخلي فيه حلقة ان شاء الله بس بعد ما نخلص حلقات بناء الانسان ان شاء الله نخلي حلقة مخصوصة للتعامل مع الابتلاء ان شاء الله ولكن بعد رمضان ان شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول في كفرت اليمين الصيام تلتة يام متتالية ولا متفرقة عادي لا متفرقة عادي يعني مش عارف يعني ايه متفرقة عادي بس يعني سواء متواصلة او متفرقة لا مانع من ذلك لان المطلوب ان انت فقط ان انت ايه تصوم مش المطلوب منك ان انت تعمل ايه ان تكون هذه الايام ملها متتاليات كما في بعض الكفرات زي كفرت مثلا ان الشخص يجامع زوجته في رمضان لازم يصوم شهرين متتابعين ان الشخص يقتل حد قطأ او في القتل ان هو يصوم شهرين متتابعين لا الكفارة هنا اللي هي كفارة الحنس حنس باليمين لا مش محتاج ان انت تصوم الايام متتابعات بل ممكن ان تصوم الايام متفرقة تصوم مثلا اتنين وخميس وتصوم معهم يوم تالت مفيش اشكال في ده السؤال التالت بيقول ايه ابلغ من العمر 63 عاما نظري ضعيف ربنا ان شاء الله في الايام المبركات دي يجمع عليك تمام الاجر والعافية رب حتى باستخدم النظار حتى باستخدم النظار يعني هو نظر ضعيف حتى لو استخدم النظار ولهذا استعين بالتابلت من قراءة القرآن لان فيه خاصية التكبير والاضاءة المناسبة هل يجوز استخدام التابلت في صلاة التراويح ام لا يجوز افيدوني جزاكم الله خير لا يجوز استخدام التابلت في صلاة التراويح طب ليه يجوز استخدام التابلت في صلاة الترويح لأن دي وسيلة للقراءة كما أن المصحف كان وسيلة للقراءة ليه طيب لأن المطالب أن نقرأ فنقرأ بوسيلة النظر في المصحف النظر في التابلت لا شيء في ذلك المطلوب بس أنه ما يبقاش في حركة كثيرة مش التابلت قدامي فأفضل أن أقل في صفحات التابلت لا ولا أفضل على الحرك التابلت لا يبقى أنا أعمل الحركة المناسبة لها في الصلاة وبس لأن إحنا مش محتاجين عمل كثير في الصلاة يبقى إذن يجوز استخدام التابلت يعني ممكن أن أستخدم التابلت ده في قراءتي وفي صلاتي آه يجوز أن أنا أستخدم التابلت في قراءتي وصلاتي ليه لأن سالم كان يصلي سيدة عائشة وكان يصلي بها من المصحف إبقى إذن يجوز أن الشخص يصلي وهو يمسك بالمصحف والتابلت ده ده تجتمل على المصحف فيجوز إن شاء الله أن الواحد يصلي الصلاة وهو ينظر في ده ويجوز أن أنا أستخدمه يعني يجوز أن أنا أكبر النور فيه وأكبر الحروف فيه طبعاً إحنا عندنا مصاحف ممكن تكون حتى في مصاحف التهجد اللي أنتوا عارفيننا اللي بيبقى الخط فيها كبير فيجوز زي المصحف اللي جنب كده ده مصحف ممكن أصلاً كمان تستخدمه وإنت فمفيش فارق كبير خالص خالص ما بين ده وده ويجوز إن الإنسان يستخدم التابلت ويستخدم فيه الخاصيات اللي بتساعده على تلاوة القرآن فقد يكون ده بل أن ده ممكن يكون من قبيل كمان المستحب أن أنت تعمل ده أو الأولى أن أنت تعمل ده عشان ده يساعدك على تلاوة القرآن ويساعدك أن تكون في أفضل حال ويساعدك كمان على أن تكون من أهل التدبر عند تلاوة القرآن وتكون من أهل الاستقامة إن شاء الله ويكون بهذا الله سبحانه وتعالى أكرمك أن تتأمل وأن تتدبر في آيات القرآن الكريم يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا وختمنا الكلام عن العمل انا عارف ان العمل عند كتير من الناس ممكن يكون تقيل لكن مع القرآن العمل بيبقى جميل العمل بيبقى ظل ظليل العمل بيبقى منير العمل بيبقى بركة العمل بيبقى شرف العمل بيبقى كرامة العمل بيبقى نوع من انواع الوصل بالله سبحانه وتعالى والله العمل ده من أهم معاني الرجولة ونزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يكلمنا على الإيد اللي هي فيقول الإيد اللي بتكون متعبة ومرهقة من العمل فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يد يحبها الله ورسوله ليه لأنها انغمست في العمل العمل ده باب من أبواب المحبة باب من أبواب الكرم وخاصة لو كان العمل ده اتبنى على نور القرآن واتبنى على عين القرآن زي ما احنا بانينا لابنا عبادة ولابنا تعمير ولابنا تسكية ولابنا ابتكار ولابنا تعاون ويبقى العمل باب من أبواب رضا ربنا سبحانه وتعالى لما يتجلى عليه القرآن وينوره بنور الرحمن ويبقى الإنسان في حالة اتزان ويذوق حلاوة ود الرحمن فيصبح في أحسن صورة لإنسان ويبقى مع حبيب الرحمن سيدنا المصطفى العدنان يا رب اجعلنا دائما في أمانك اجعلنا دائما في رضاك واجعل عملنا يا ربنا مفتاحا لباب سعادتنا ومفتاحا لباب الدخول عليك يا رب العالمين مكرمين وأنت تنظر إلينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بعمل تحبه وترضاه دائما يا كريم يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة